اشتركوا في القناة ايضاً اذا انت متابع انه ذكرك بالاسم يعني انه يعني هو ذكر بالاسم يعني والدك الكريم الله يرحمه طبعاً بغض النظر احنا كصحفيين نوجه السؤال بتجرد ولو اننا راي واضح في مثل هالحركات مثل هالاستجواب لو سار على هالنهج ما تعتقد ان فكرة انه يكون استجواب سري في مرحلة معينة افضل من تحول المجلس لمجرد انتقام من شخصيات معينة وذكر اسامي عوائل ويعني اشخاص يمكن في ذمة الله طبعاً هو الجانب الاول هالفقاعة راح تنتهي يوم الثلاثة هالفقاعة اللي اللي ضجت فيها الكويت ثلاث سنوات احنا ننتظرها اليوم عشان تنتهي لانها فقاعة راح يثبت انها باذن الله فقاعة وانا اقول لها الحين قدامكم قدام الكويتين كل شي عندك طلعه نعم تخاطب منه الجوهل محمد الجوهل جوهل انا ما اخاطب اللي ورا الجوهل نعم الجوهل هذا ادات انا اقول للي وراه يوم الثلاثة كل شي عندك فيه مستند طلعه واتحداه لا انا ما امام الكويتين هذه نقطة النقطة الثانية تحدى اللي ورا الجوهل ايه اللي وراه بس من ورا الجوهل احنا دائما نسمع ورا الجوهل صاحب اليوكي الاسود لكن لما تجع التفاصيل منه ومن اللي ورا الجوهل يعني هل حددتوا ملامح اللي ورا الجوهل اقول لك اقبل حقاً لا لا هو الكلام يعني لما تشوف بعض الشخصيات او مو شخصيات بعض الاشخاص اللي لا عمق لا مستوى تعليمي لا بعد سياسي يبدأ يطرح مثل القضايا وطيقها الرموز تتوقع ان هذا صحة واصبح سياسي هذا بالتأكيد فيه اطراف قاعدة تحركه وديره النقطة الثانية هذا الاستجواب انا اعتقد يجب ان لا يستغرق ساعة عندنا قوائل مهمة بعد الاستجواب احنا عندنا جدول تشريعي وفيه جدول استجوابات يعد بعض نواب الاقلية نعم لذلك انا اقول خلونا نركز على الجانب التشريعي القضية الثالثة احنا اليوم موجودين في المجلس صحيح انه راح نعطيه حق انه يتكلم ويقول ما عنده لكن عاد التجاوز مرحب لكن الاساءة ترى نقول له ونقول الغيره ما انت قاعد بقناتك قاعد تشتم الناس الاساءة راح نوقفها ونمنع اي اساءة او غلط لأي طرف كان لكن في النهاية الاطراف اللي تعول على مثل هالنوعيات اطراف خاسرة وراح يثبت خسرانها وانا اقول لك كان يوم الايام كنا نقول عسى هالنوعيات يوم الايام توصل وتطلع وتقول اللي عندها لانه راح يثبت انها فقاعات ما راح تقدمه لتأخيره